الهجوم كمان يا كابتان أحمد سيف الجزيري أو عمر السعيد عمر السعيد يبدأ أساسي ما بيقديش سيف الجزيري ينزل دك ما بيقديش يعني ما بيقديش أقصد بها أنه ما بيترجم ما مشكوها هجومية كبيرة لنادي الزمان كيف رأيك في الاتنين بالمناسبة وهل الزمانك محتاج يغير طريقة لعبة عشان ما يعتمدش أصلا على الاتنين ولا لازم خلاص يعتبن على واحد فيهم الحقيقة يعني أنت بتتكلم يعني كلام عمر السعيد لما بيعمل مباراة كويسة ما بيمشيش على نفس المستوى كذلك سيف الجزيري سيف عنده مشكلة لعب كويس جدا بس عنده مشكلة هو تفكيره رقم واحد أنه هو ياخد ضرب الجزائي دي من قبل ما يجي النادي الزمالك دايما لما بيستلم جوه الثمانتاشر بيفكر أنه هو يغلط المدافع أنه هو ياخد منه خطأ ما بيفكرش يلعب عجون أكتر ما بيفكر أنه هو يقع وياخد ضرب الجزائي كل كورة بتجيله لو أنت متابع جيد لسيف الجزيري ويركز معه هتلاقي دي دي بيتقلله يعني في مواقف ممكن يلفه ويجيب جون تلاقي أنه هو عايز ياخد فيها ضرب الجزائي أو عايز يعمل احتكاك مع اللعب أنا مش بقول كده عشان مثلا أنا راجل مثلا أهلاء ولا أنا لعبت قدامه وهو في نادي المقولين لعبت قدامه وفي طنطة هو بارع في دي هو مميز فيه حتى مع منتخب تونس فمش مركز على الجون عمر السعيد لعيب عايز كورة عرضية كتير الفرق اللي بتلعب الزمالك كلها بتتكتل فمش كل ما تبقاش مستكل وحيدة في حاجة واحدة إنك تبقى مواجن بس عايز تلعب كورة العرضية لازم يبقى تنزل شوية تلعب مع زمالك تلف وتشوت تحاول إن انت تعمل مراوغة واحد ضد واحد أنا ما بشوفش الحاجات دي يعني سيف الجزيري في السرعات من السريع يعني ما عنده السرعات فما بيحاولش إنه هو في مواقف بتجيله لعيب واحد ضد واحد ما بيعديش عايز زي ما بقولك يشتغل في مساحة داية قوي عايز يخلي المدافع اللي معي يغلط أنا شايف وجهة نظر الأمانة يعني الزمالك محتاج لعيبة يكون على مستوى ناد الزمالك أنا أنا يعني يعني عزوني بقول كده بس أنا في لعيبة مش مقتنع بينهم منهم اللي عاووا في ناد الزمالك أنا متفرج عن ناد الزمالك وناد الزمالك ناد كبير والمفروض إنه يبقى عنده لعيبة على قد يعني شوف النهاردة زيزو محدش يقدر تكلم رجل بيقاتل وبيدافع وبيهاجم ويشوت زيزو في المباراة بيخرج شهيط له 3-4 شوات لو هو مجابش جور صحيحنا أنت ربست على مباراة النهاردة ومباراة لقبلها حتى وكل مباراة الزمالك هتلاقي اتنين وماقتنع اتنين بيقاتلوا في الزمالك زيزو ومام عشور طب ليه فين أوباما فين أوباما لو أنت الكورة مش متوعاق فين روحك صحيح فين بتقدي إيه اللي أنت خرجت بيه من مباراة صحيح فين اللعيبة التانية اللي في الملعب مثلا انت بصلاق كل مطش ممكن يخش لعيبة مثلا إسلام جابر بيخش بيلعب مع الزمالك كتير برضو أنا محسيتش بإسلام في نادي الزمالك في أي موقف لجب تجون قبل كده للزمالك ولا بتصنع جون ولا أنت يعني نادي الزمالك محتاج لعيبة تعمل فارق آه تعمل فارق دي حقيقة أنا والله بقولي الكلام ده بعيد عن أهلويتي أنا بتكلم صح لأن شايف نادي الزمالك على قد ما هو سهل يكسب المباراة سهل جدا نخسر من أي فرقة في الدور وده وضع حتى في كل مباراة حتى في مباراة شرية الدخان اللي أستر نادي كان هيخسر مباراة لولا خبرة اللعيبة في الآخر كيزبت طبعا أنت النهاردة لما بتعمل كده أو بتعاني مع الفرق كلها من الآخر الجدول هتنفس إزاي صح فطبعا اللعيبة محتاجة رقم واحد أنا شايف أن اللعيبة رقم واحد محتاجة تراجع نفسها لازم بيقى في روح مش كل حاجة كرة طوعك في مباراة زي النهاردة عايز أروح أكتر من الكرة في الملعب بين شرقي برضو لازم يراجع نفسه لازم يجابي شوية يعني واضح أن في حاجة يعني مخليها اللعيبة شكلها بالشكل ده